للدكتور غريب رمضان ورحمة الرراء بالخيرات تهدينها أحب الله من قلبي ومن عقلي ووجداني وحب الله يغمرني فربي ليس ينساني أحب الله من قلبي ومن عقلي ووجداني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبابي في الله ونحن في هذا اللقاء مع حلقة بعنوان بكاء من الفرح حبيبي في الله في أول حلقة في هذا البرنامج تحدثت إلى حضراتكم وقلت بأن الحب يكون الحب الحقيقي يكون لله وللرسول صلى الله عليه وسلم اتكلمنا كتير عن حب ربنا ناخد كم حلقة كده بإذن الله عز وجل عن حب الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم حبيبي في الله النبي صلى الله عليه وسلم كان هو في العصر المكي من أقرب وأحب الصحابة بل أقرب وأحب الصحابة إلى قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الصديق الأكبر أبو بكر الصديق رضي الله عنه كان أبو بكر الصديق يتمنى أن يكون رفيق للنبي عليه الصلاة والسلام في الهجرة النبي عليه الصلاة والسلام منتظر الهجرة إلى المدينة بعد بيعة العقبة الثانية كان فيه هناك علم عند النبي عليه الصلاة والسلام أن هناك هجرة ولكن منتظر أمر ربنا أو الإذن من الله عز وجل له في الهجرة فكان أبو بكر من شدة حب للنبي صلى الله عليه وسلم حريص أن يكون مع النبي عليه الصلاة والسلام صاحبا وحاميا له في هذه الهجرة المباركة فكان النبي صلى الله عليه وسلم يختلف إلى بيت أبو بكر في كل يوم وفي ذات مرة وفي الظهيرة جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت أبو بكر الصديق رضي الله عنه وإذا به يقول إن الله قد أذن لي في الهجرة يا أبو بكر فيقول أبو بكر رضي الله عنه ولا يكاد يصدق أن الله سبحانه وتعالى أذن في الهجرة يقول الصحبة رسول الله فيقول أبو بكر الصديق الصحبة رسول الله يرد النبي صلى الله عليه وسلم قائلا الصحبة يا أبا بكر تقول عائشة رضي الله عنها وما كنت أظن أن أحدا يبكي من الفرح إلا هذه الساعة حينما علم أبو بكر الصديق رضي الله عنه أنه سيكون صاحبا للنبي عليه الصلاة والسلام في الهجرة فبكى من شدة الفرح بكى من شدة الفرح إنه هيكون مع حبيب النبي عليه الصلاة والسلام لقد كان اشتاق إلى هذا اليوم لقد كان يرجو هذا اليوم كان مستني ومنتظر هذه اللحظة حينما يجتمع مع النبي عليه الصلاة والسلام صاحبا وخادما وراعيا وحافظا في هذه الهجرة المباركة فرح أبو بكر الصديق رضي الله عنه فجند بيته كله جند بيته أتت أسماء وشقت نطاقها لتجهز العدة والرحلة للنبي عليه الصلاة والسلام مع أبيها أبو بكر الصديق رضي الله عنه جند أبو بكر الصديق ولده ليأتي بخبر القوم جند عامله الذي يرعى له ليذهب بآثار الأقدام جند ماله إنفاق كامل على النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الهجرة جند كل ما يملك ووصل أبو بكر الصديق إلى الغار يسبق النبي عليه الصلاة والسلام فيجد ثقوب كثيرة في الغار فيشق إزاره ليسد الثقوب لألا يخرج منها شيء لا ليؤذه هو بل يخشى أن يخرج شيء يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم أكتر حاجة بيفكر فيها أبو بكر الصديق رضي الله عنه إنه إزاي يحمي النبي عليه الصلاة والسلام إزاي يحافظ على النبي صلى الله عليه وسلم ولم يبق إلا ثقبان فماذا صنع أبو بكر الصديق رضي الله عنه انظروا أحبابي في الله سد الثقبين برجليه ويأتي النبي صلى الله عليه وسلم يدخل بعد أن سدت الثقوب وينم في حجر أبو بكر الصديق رضي الله عنه ويخرج من الثقوب التي يسدها برجله أشياء تلدغ أبو بكر الصديق رضي الله عنه فيتألم غاية الألم وما ينطق وما يتحرك ولكنه ما استطاع أن يتحمل الألم فبكى فسالت دموعه على خد النبي صلى الله عليه وسلم فاستيقظ النبي صلى الله عليه وسلم فإذا بأبو بكر الصديق يبكي فسأله فأخبره أنه لدغ فتفل النبي صلى الله عليه وسلم ورقاه فبرئ من فوره بإذن الله عز وجل أبو بكر الصديق لا يبحث عن كل سبيل ليعبر كم أنه سعيد كم أنه فارح من صحبة النبي صلى الله عليه وسلم كم أنه في غاية السعادة وفي قمة الفرح لصحبة النبي صلى الله عليه وسلم إنه لا يتوقف بكاؤه قلبه يبكي من شدة الفرح أحبابنا في الله عز وجل يمضي أبو بكر مع النبي صلى الله عليه وسلم وقلبه مليء بالحب وبكل جوارحي وبكل طاقاتي وبكل ما استطاع من قوة يحاول أن يحمي النبي عليه الصلاة والسلام يمضي ولكن قريشا أرصدت مئة ناقة لمن يأتي بالرسول حيا وميتا ويلحق سراقة بن مالك بالنبي وأبي بكر فينظر أبو بكر الصديق رضي الله عنه ويقول هذا الطلب قد أدركنا يا رسول الله فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا تحزن إن الله معنا وظل سراقة يلاحق النبي وأبو بكر الصديق رضي الله عنه حتى إذا كان بينه وبينهما رمح أو رمحان فقال أبو بكر الصديق هذا الطلب قد أدركنا يا رسول الله وبكى فسأله النبي صلى الله عليه وسلم لماذا تبكي يا أبو بكر فقال له يا رسول الله والله إني لأبكي خوفا على نفسي ولكني أبكي خوفا عليك يريد أن يقول للنبي يا رسول الله أنا فداء لك ليس الذي يخيفني أن يدركني سراقة فيقتلني ولكن كل خوف يا رسول الله أن يأتي سراقة فيصيبك بأذى فيصيبك بسوء فيدعو النبي صلى الله عليه وسلم على سراقة ويقول اللهم مكفناه بما شئت فتغوص ساق أو سيقان الفرس التي يركبها سراقة حتى تصل إلى بطنه غاصة في الأرض مع أنه يمشي على أرض صلبة وهذه آية وهذه معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم الشاهد أحبابي في الله حب أبو بكر الصديق فرح أبو بكر الصديق من صحبة النبي لدرجة إنه يبكي من شدة الفرح وهكذا يكون الحب الحب الحقيقي لرسول الله صلى الله عليه وسلم أعظم مثل علم الدنيا كلها كيف يكون الحب للنبي صلى الله عليه وسلم هو الصديق الأكبر أبو بكر الصديق رزقنا الله وإياكم جميعا حب الله حبا خالصا صافيا وحب رسوله حبا يبلغنا شفاعته إنه ولي ذلك ومولاه تقبل الله مننا ومنكم جميعا الصيام والقيام والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحب الله من قلبي ومن عقلي ووجداني وحب الله يغمرني فربي ليس ينساني وأدعو الله يسترني وأدعو الله يرعاني وسنتنا لنا أولون ففيها الخير فيها الخير فيها الخير